كلمنا كده عن الأسباب إيه هي علامات الإدمان المبكرة واللي بملاحظتها ممكن الانتباه والتدخل المبكر للعلاج صح؟ مش إحنا بنقول دايماً الوقاية خير من العلاج أو أحسن من العلاج ننتبه لإيه بقى؟ إيه العلامات المبكرة للإدمان؟ ركزوا بقى الانطوائية والانعزال عن الآخرين بصورة غير عادية طيب إيه تاني؟ الإهمال وعدم الاهتمام بالعناية بالمظهر الكسل الدائم على مدار اليوم شحوب الوجه والعرق الزائد المستمر ورعشة الأطراف فقدان الشهية والهزال الهياج العصبي لأقل الأسباب الإهمال الشديد في الأمور الزاتية عدم الانتظام في الدراسة أو العمل إهمال الهوايات اللامبالاة تجاه العلاقات الاجتماعية القريبة تعدد أشكال الكذب والحيل بغرض خداع المحيطين للحصول على أموال منهم سرقة المتعلقات الخاصة بأقرب المحيطين كل دي علامات تخلينا نشك أو نعتقد أن الشخص ده اللي عنده العلامات دي جزء منها أو كلها أو بعضها لا يبقى هو عنده مشكلة يبقى ممكن يكون هنا دخل في دائرة التعاطي وممكن يكون قريب جدا لقدر الله من الإدمان والإدمان زي ما هتعرفه دلوقتي حالا مش نهاية المطاف ده يعني لسه فيه يعني قبل الإدمان بيحصل حاجات وبعد الإدمان بيحصل حاجات طيب وأعتقد برضو أن يعني أعتقد أن كل الناس عارفة أن تعاطي المواد المخدرة له أضرار صحية جسيمة على اللي بيستخدمها يعني كل الناس عارفة كده بخلاف طبعا الخسائر بقى والانهيار الاقتصادي والانهيار الأخلاقي خلاص لكن يعني خلينا نبقى متفقين يعني أي حد أي حد مهما بلغت درجة ثقافته أو درجة معرفته عارف أن المتعاطين المواد المخدرة دي عندهم مشاكل صحية كبيرة جدا جدا ده غير أن عندهم مشاكل بقى مالية بيحصل لهم يعني انهيار في دخلهم وفي الفلوس اللي عندهم وكده وانهيار أخلاقي بقى كمان يا لكن بتهيالي برضو أن كتير من الناس ما عندهمش تصور كامل عن محطات التضاهور ده وأنا هنا بتكلم عن المتعاطي بقى نفسه قبل ما هكلم حضراتكم عن بقى زاوية تانية خالص وهي المخاطر اللي بيتعرض لها الأطفال أطفال الشخص اللي بيتعاطى بقى هذه السموم طيب درجات المضاعفات عند مستخدمي المواد المخدرة بتبدأ بإيه يعني خلينا نقول إيه بقى المشاكل الطبية اللي ممكن تحصل للمتعاطين دول أول حاجة ممكن تحصل التسمم التسمم نتيجة دخول هذه المواد للجسم بعض الناس بيحصل لهم تسمم تاني احتمال من المضاعفات أو تاني محطة من المضاعفات ممكن تحصل هو حدوث أنواع مختلفة من الأمراض أمراض بقى زي إيه زي الالتهاب الكابدي الفيروسي وزي الإيدز وزي أنواع مختلفة من الاكتئاب وهكذا تالت احتمال هو حدوث حالة الإدمان كلمة الإدمان بقى الكلمة الشهيرة اللي الناس كلها عرفها دي محطة تالتة هو لسه فيه بعد كده ده لسه فيه محطات الإدمان ده بقى في أغلب أنواع المواد الحقيقة ودي المعلومة الخطيرة أنه عشان الإدمان ده يحصل ما بيحتاجش فترة طويلة يعني عشان نحصل يعني عشان الإدمان ده يحصل ما بيحتاجش تعاطي لفترات طويلة زي مثلا هنضرب مثلا بالأفيون ومشتقاته مشتقات الأفيون زي الكودين والهروين وغيرهم بتحتاج فترة من عشرين سوري من عشرة إلى خمسة وعشرين يوم فقط من عشر تيام لخمسة وعشرين يوم فقط من التعاطي عشان يحصل الإدمان وربنا يا ربي عافي الجميع يعني الموضوع الناس ما تفتكرش انه ايه لا ده الادمان ده بقى بيحصل بعد سنواء لا ده المسألة زي ما سمعته ايام في حاجات بتحصل بعد ايام من التعاطي يحصل الادمان طيب هل زي ما بقول الادمان كده هو نهاية الرحلة لا دي تالت محط رابع مرحلة هي حدوث ما يعرف بحالة الانسحاب ايه بقى حالة الانسحاب دي بقى هنستدعي بقى شوية المشاهد اللي بنشوفها بقى في الاعمال الفنية وبتاع دي عبارة عن مجموعة من الاعراض متنوعة في طبيعتها ودرجة شدتها بتحصل بعد انسحاب المادة المخدرة من الجسم بعد فترة استخدام مستمر مش لما ييجي يتعالج لا ده اللي هو الفترات البينية اللي هو ما بين انه بياخد مادة مخدرة وعلى ما ياخد مرة تانية الفترة بقى البينية دي بيحصل فيها مجموعة من الاعراض وبتتطور الحالة دي الى الدرجة الخامسة خلاص اللي هي غير الانسحاب بقى بيحصل حالة اسمها الانسحاب مع الهزيان وبيكون مسلس الاعراض التقليدي في اغلب الحالات دي عبارة عن تشوش وخلط في الوعي مع هلاوس مع الرعشة الشديدة بخلاف امكانية وجود انقلاب طبعا في دورة النوم وفرط نشاط في الجهاز العصبي اللا ارادي سادس محطات التدهور هو حدوث ما يعرف بالاضطراب الذهاني واللي بيظهر فيها الهلاوس سواء السمعية او غيرها وبيظهر كمان حاجة اسمها التشوهات الادراكية والضلالات من اسمها؟ تشوهات ادراكية وضلالات ضلالات يعني ايه؟ كان بردو استاذنا الدكتور عوكاشي يقول لنا دايما في المحاضرات يعني اعتقاد راصخ خاطئ ضلالات هو عندهم اعتقاد راصخ وخاطئ هو خاطئ بس هو راصخ في دماغه زي ان فيه ناس ممكن يقول لك ده فيه ناس بترأيبني ده فيه حد عايز يئزيني ده فيه حد بيجسس على وهكس خلاص؟ وكمان بيحصل في المرحلة دي احنا كلمنا بقى الانسحاب مع الهزيان بيحصل حاجة اسمها الاضطرابات النفسة حركية قد يتطور الامر لما هو اكثر فيصل الامر الى فقدان الزاكرة مع اضطرابات في الاحساس بالزمن او القدرة على ترتيب الاحداث قد يتطور الامر اكثر فيصاب المتعاطي بما يعرف بالاضطراب الذهاني الدائم مع تغيرات بقى في المعرفة او الوجدان او السلوك واخر محطات التدهور هو حدوث الاضطرابات العقلية والسلوكية الحقيقة يعني انا بعد ما استعرضت محطات الانهيار يعني عايز اقول تعليق بسيط اوي لكل الناس ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني ميزنا بالعقل ميز الانسان بالعقل وكمان يعني فيه مخلوقات اخرى عندها برضو مخ وبتعرف تتفكر وتتصرف وتتكيف ولكن تكريم ربنا للانسان انه ميزه بالعقل فيجي الانسان بهذه السلوكيات يلغي الميزة لربنا سبحانه وتعالى مدهاله ومش بس كده بقى يشوف بقى التطور اللي عمال يحصل تطور الانهيار ده عمال يحصل ليه لغاية الاضطرابات العقلية اخيرها طيب اشتركوا في القناة